الحمد لله رب العالمين الحلقة المتجددة والتي هي بعنوان خير أمة نتحدث في هذه الحلقات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيرهم من أعلام هذه الأمة ومعنى في هذه الحلقة علم من أعلام هذه الأمة ألا وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنهم وقبل أن نتحدث عن زيرة هذا الصحابي الجليل والذي يعد من أئمة الصحابة الكبار ومن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نعرف الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم له من الأصحاب الكرام الذين خدموه والعجيب في ذلك أنهم كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم بلا مقابل النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا وبين أن يكون عبدا لله فاختار أن يكون عبدا لله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في حديث جبريل حينما هبط من السماء إلى الأرض فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بملك ينزل مع جبريل فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الملك لم يهبط إلى الأرض منذ أن خلقه الحق تبارك وتعالى فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الملك يا محمد إن ربك أرسلني إليك أجعلك عبداً أم ملكاً فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام يستشيره فقال له جبريل عليه السلام تواضع لربك يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا عبد الله ورسوله فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبداً لله ورسولاً إلى هذه البشرية بل إلى الثقلين لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد هذه الدنيا وحطامها اختار أن يكون عبداً متواضعاً خاضعاً خاشعاً لربه سبحانه وتعالى ولذلك أتت هذه الدنيا رغم أن فيها حتى مثلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه رفضها ولم يكن يركن إلى هذه الدنيا وحطامها لا يبلغ المجد إلا سيد فطن وبما يشق على السادات فعال لو لا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال ولذلك من الأخطاء الشائعة بين الناس البعض يرى أو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فقير أو مسكين والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أغنى الناس كيف لا وقد جاءه من الغنائم الكثيرة جبال ووديان من الإبلي والغنبي ومن دنانير الذهب ودراهم الفضة في غزوة حنين حينما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعت وديان قد امتلأت من الإبل ومن الغنم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو له الخمس في هذه الغنائم رجع بثوبه الذي أتى به من المدينة صلى الله عليه وسلم ووزع هذه الغنائم على الناس وأعطى الكفار منهم صفوان بن أمية حتى قال صفوان بن أمية أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعطاني وقد كان من أبغض الناس إلي فلم يزل يعطيني صلى الله عليه وسلم حتى صار من أحب الناس إلي ورجع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من المدينة لم يأخذ منها شاتا ولا بعيرا لأنه لا يركن إلى هذه الدنيا وحطامها حياكم الله عزيزي المشاهدين توقفنا قبل الفاصل نتحدث عن بعض الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس الذين يظلون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا أو كان مسكينا ولم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك التي خاضها غنم النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الغنائم ومع ذلك ما كان يأخذ شيئا من هذه الغنائم وإنما يقوم بتوزيعها على مستحقيها وعلى الفقراء والمساكين وبعض الكفار يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبوال أيضا حينما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ثم فتحت خيبر ومن المعلوم أن يهود خيبر كانوا من أغنى الناس في جزيرة العرب وقد غنم منهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك البساتين الواسعة ومترامية الأطراف وغنم منهم الدراهم والدنانير ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزهد في ذلك كله لأنه اختار أن يكون عبدا لله شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى ولذلك ما دام أنه اختار أن يكون عبدا لله فمعنى ذلك أنه لا يسكن في القصور وكذلك لا يتخذ الخدم من العبيد والإماء ولذلك كان سليمان عليه الصلاة والسلام ملكا وكان كذلك والده داود عليه الصلاة والسلام ملك وسخر الله عز وجل لسليمان الريح والجن والإنس والطير والوحوش كل ذلك قد سخره الله عز وجل لسليمان وآتاه الله عز وجل ملكا عظيما أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أراد أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى وهذا يظهر لنا أن الميزان عند الله تبارك وتعالى في التفاضل ليس بالملك ولا بالمنصب ولا بالمان وإنما ما يستقر في هذا القلب من التقوى إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عصيه الذي يفوز برضوان الله تبارك وتعالى والذي يعمل من الصالحات ويتصدق ويقوم الليل ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ويطلب العلم الشرعي هذا الذي يحظى بشرف المكانة العالية السامقة عند الله تبارك وتعالى ولذلك نجد أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان ملكا عظيما ونبيا ومع ذلك فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من الأنبياء جميعا فلو وضع الناس في كفة والنبي صلى الله عليه وسلم في كفة لرجحت كفة محمد بن عبد الله خير من وطئت ترى فممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم الذين خدموه كثر ولكن من أشهرهم هو أنس بن مالك بن النظر الأنصاري الخزرجي وكذلك عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود الهذلي وكذلك ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم غلام من اليهود أيضا ومن خدم النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح الحبشي الذي كان يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقبة بن نافع الجهني كان صاحب دابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصوى في أسفاره وأما عبد الله بن مسعود فهو صاحب وسادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأخذ طهور النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالجمار كي يستجمر صلى الله عليه وسلم وذلك الغلام اليهودي الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يستخطب أحدا من الخدام حتى وإن لم يكن مسلما فإن ذلك جائز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خدمه غلام من اليهود في تلك القصة المشهورة أن هذا الغلام خدم النبي صلى الله عليه وسلم فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم لأيام فسأل عنه فقالوا إنه مريض فذهب يعوده صلى الله عليه وسلم وإذا به قد تكلف وكان يحتضر فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فنظر ذلك الغلام إلى والده فقال له والده أطع أبا القاسم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم فاضت روحه بعد ذلك ومات على الإسلام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت ذلك اليهودي وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر